السلام عليكم كنتمنى تكونوا باخر وعلى خياجيتكم اليوم بأي نوفال غسيت غادي نقدم لكم طائقة ديالتحدة دياليا وقت منزلي كي يجي لديد بزاف وهاكا تقيل وخاتر فسيغطو احنا على أبوب شهر عمضة الكعيم فكي يجي لزوين بزاف الصحر بزاف الناس كي بروا ياخدو فقط بوحدو فصحر سيغطو أنكم ممكن تحكموا بأنك هاللي بريتو أينك هال بريتو الديرو فيه كالديرو فيه فقبل ما نبدأ معاكم الفيديو إلا كنتوا أول ما تشاهدوا قناة ديالي لا تنسوش انكم تابونوا وضغطوا على الجهاز باش دائما تلصوا بالجديد فكما بدأو على بركات الله هنا غادي ناخد واحد اطعو ديال الحليب من الأحسن يكون حليب ديال العباء اللي كان كون دهجر فيه التوخ اللي تحتكي باد غادي ناخد واحد جوج معلقة ديال حليب انبودر ثلاثة دل معلقة ديال السكاة وهنا كناخد اي عوقت اللي كي يكون عادي بانك هاللي بريتو فهنا كناخد واحد الكاسخول غادي نوضع فيها سكاة وغادي نضيف نص ديال الكيمية ديال الحليب يعني تقايبان واحد نص ديال الحليب وغادي نوضعها فوق العافية غادي نزج بطبيعة الحال سكاة حتى يتخلط لها مع الحليب ونوضعه فوق العافية حتى يسخن مزيان فواحد لبول غادي ناخدو غادي نضيف عليه الياورت مع الحليب وغادي نحاول ما امكان نخلطهم زيان ومبعد غادي نبدا نضيف نص ديال الكيمية اللي بقتلي ديال الحليب يعني نص ديال الحليب فهذه الياورت ديال البطاء كيجي لديد بساف وكيجي حسن من الياورت اللي كييتباعوا في الزنقة كيجي زوين وفصورتو انكم كتتحكموا في النكاء على حسب الياورت اللي هاتل تعملو كتتحكموا كذلك في كيمية ديال السكاة وممكن تحضو الكيمية اللي بريتو صورتو انهو فهاد البريود دي رامدان كيجي حاكا دانون كيجي ياورت كيجي زوين بساف بالنسبة الصحر فانا كما كتلاحظو كما تنضيف الكيمية ديال الحليب يعني نص ديال الحليب وكمقا كنخلط فممكن تضبلو المقادايا لكنتو عائلة فيها ناس بزاف فممكن انكم تضبلو الكيمية يعني تتعملو دو ياورت و تقايبا جوجاتو ديال الحليب فعلى حسب انتو مش مبغيتو فالنسبة لهاد الكيمية كيعطوني انا سبعة ديال اللي ببوها كسغعين اهنا بعد ما خلطم زيان الحليب مع ياورت ومع الحليب انبودر غادي نبدو نضيف الكيمية ديال الحليب اللي ديجا كنت سخنتو بطبيعة الحال الحليب اللي اللي كيكون باد ومبيت كنضيف عليه هادا اللي كيكون ديجا سخون وكمدا كنضيفو او ممطو انا كنحاك باش هكا كيكون عندي داك المكونات كاملين تيكونوا دافين فكمبقا كنحاول ما امكان نخلطم زيان حتى كيندمجو ليا العناصر بزاف وهنا عندكم الاختيار الى كانت عندكم ياورتياخ متوفا عندكم فالطاق فكتعمروا الكيسان وكتديهم فالياورتياخ ما كانتش متوفا غادي نعطاكم طائقة اللي يتقدو تتعملو هكا باش توجدوهم فالطاق من بعد غادي ناخد هاد الليبو اللي غادي نوضع فيهم الياورت كان ناخده بطبيعة الحل صفايا وكمبدا كنصفي حتى كان عماهم كاملين تقايبا عندي هنا سبعة ديا الليبو غادي نعماهم الى ما كانش عندكم ياورتياخ ممكن اديهم فالكيسان عادي ديالزاج وبنسبة لياورتيا غادي نخليها تقايبا غادي تخدم مدة دياستة السوية غادي نطفيلها وغادي نخليهم حتي بادو وعدك ساعة نوضعهم فالتلاجة بالنسبة الناس اللي معدهم شاورتيا غادي ويوجدو اياورت فالطاق فممكن اديهم فكيسان هاكا عاديين تغطيهم الى كانوا بالغطايا يكونوا احسن ما كانوش بالغطايا هاد كدي وحد بابي فيلم هاكا على الكيسان وكاتتاخدوا واحد الكوكوت غادي تعموا شوية ديال فيه شوية ديال المسخون تقايبا اللي غادي يعمل لكمها بعد ديال الكاس واتوضعوا فيهم الكيسان ديال ياورت واتسدوا الكوكوت هتحاولوا ما امكان انكم تسدوها مزيان يعني بحل غادي تحطوا الكوكوت تصفا بطبيعة الحال كتخليو صفاها وكتخليوها واحد تناشل ساعة كيما قلت لكم بالنسبة للناس اللي غادي يستعملوا ياورت هي غادي تخليوها انفا كدس تتسويع كتخليوها حتى ديال ياورت كي بدو مزيان عا ديالك ساعات كتدخلوا للتلاجة انا دو بخيرانس كان فطل اناني نكون صوميهم تالا غادي يعني كان بيتهم لي لفتلاجة هكا كيجيو حسن فكيجي على هاد شكل بالنسبة للناس اللي دارو الطائقة ديال الكوكوت تهيا كتلطق مزيانة هيا ديك ساعات انفا كيوجد لكم ياورت كتوضعوا في تلاجة لحيانا ديجا كيكون باد ما كيكون شدافي فكيجي على هاتشكل كتقدمو كيما بغيتو ممكن تاكلوها كاك او لا تقدو تقدموها كامعة غانولا ولا مع ديفخوي فكانت هيا هدي يلا غسلات ديال اليوم كنتمنى انها تكون لتعجبكم انقلكم بصحوها ونطلقوا ان شاء الله فيديو جديد اشتركوا في القناة